نوهت صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بالإنجازات البارزة للمرأة البحرينية في المجال الاقتصادي من خلال حضورها المميز في المؤسسات والشركات الاقتصادية والحكومية والخاصة وقدرتها كرائدة وسيدة أعمال على إطلاق المشروعات الخاصة وإدارتها وتنميتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة في تنويع مصادر الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة سموها حرص المجلس على دعم الجهود الوطنية للمساهمة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية لتحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظها الله في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع لرئيسة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيسات السابقات والمؤسسات لجمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس الجمعية حيث أشادت سموها بجهود مؤسساتها من الرائدات في المجال العمل النسائي والتجاري اللواتي كان لهن السبق في وضع حجر الأساس لأول جمعية متخصصة تعنى بشؤون المرأة في المجال التجاري على مستوى الخليج العربي منوهة سموها بدور الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سيدات الأعمال في البحرين وتوحيد مواقفهن والسعي نحو رفع مساهمتهن في جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد واستمعت سموها خلال اللقاء إلى شرح من رئيسة جمعية سيدات الأعمال سيدة أحلام جناحي عن مجمل أنشطة وبرامج الجمعية حيث أعربت جناحي عن عظيم شكرها وامتنانها لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إزاء دعم سموها المتواصل للمرأة البحرينية في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي وهو الدعم الذي كان له كبير الأثر في النجاح الذي تشهده المرأة البحرينية في مسيرة البناء الوطني مستذكرة على هذا الصعيد إسهامات سموها حفظها الله ودورها البارز كرئيسة فخرية للجمعية عند تأسيسها في عام 2000 الأمر الذي كان بمثابة الدافع الكبير لعضوات الجمعية لبذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز دور المرأة البحرينية ومساهمتها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المملكة وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الألقام التي تؤكد منجزات المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي حيث تشارك بفعالية في غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ أن فازت بعضوية مجلس إدارتها في عام 2000 وتبلغ نسبة تمثيل المرأة البحرينية في الغرفة حوالي 17% وتصل نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية خلال عام 2019 إلى 47% كما بلغت نسبة المستثمرات في البورصة من إجمالية المستثمرين 27% وفقا لبيانات عام 2018 بقيمة إجمالية للأسهم المملوكة للمرأة تصل إلى 553 مليون دينار بحريني وقد بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات البيع والشراء التي قامت بها المستثمرات حوالي 27 مليون و800 ألف دينار